اهلا بكم معنا مرة تانية الحروب هي الحروب بتتطور بقى بأشكال وأنواع مختلفة منها الحروب السايبرانية أو الهجمات السايبرانية لو حبيت تسميها هكذا دي بالمناسبة تقدر بطل تعتبرها فخ من الأفخاخ اللي تم اختراعها مع وجود الإنترنت وزادت مع وجود السوشيال ميديا هل ليها تكلفة؟ هل هي حرب ضروس؟ هل في دول كبيرة بتتخانق مع بعض وتتحارب سايبرانيا؟ هل من الوارد أن احنا المستخدمين العاديين نلاقي نفسنا مشتركين في حاجات دون علما مننا؟ خلونا نرحب بضفنا العزيز موان سوليد عبد المقصود خبير تكنولوجيا المعلومات ازاي الصحة؟ أهلا بك كله نورنا الحمد لله نورك ايه أخبارك؟ كله تمام؟ كله تمام يعني ايه حرب سايبرانيا؟ بيعملوا ايه؟ الحروب دي هي موجودة لكن احنا هي طبقات وبأن هكذا عملت مقدمة جميلة أخذ من النهاية اللي هو كالمستخدم احنا كمستخدمين احنا فين؟ احنا في درجة بسيطة اختراق الحسابات الشخصية الحساب الشخصي لما بيتم اختراقه وعندنا احصائيات للكلام ده كله اعرف ان الموضوع مش بسيط فيه طرف تالت بيلعب الحساب بتاعك وانت بيستخدمك استخدام غير لائق او يعمل اعجاب او يعمل تغير في الحالة المزاجية وهكذا من صفحتي من حسابك من حسابك مش من حساب مزيف حسابك الشخصي خلاص ده كده يرجع لشخصك انت الحاجة التانية بيغير الحالة المزاجية او الرأي العام يعني بيعمل زحزحة كده تحس ان ايه؟ النهاء بكرة في ايه؟ يطرى في ايه؟ فيه تأتيق ترند وانتعارف موضوع الترند صناعة الترند زي ما كنا نقول كده زمان حديث المدينة اعلى انجيجمنت اعلى تفاعل فياطر انت مبين حاكتين يا حقيقي يعني هل الفيديو ده او الحدث يعني في تحليلك ليه؟ هل يستحق الترند ده؟ يا اما هو مصطنع فالمصطنع من حسابات تم اختراقها خلاص؟ فده كده الحاجة التالتة هو صداع حقيقي في رأس الحكومة انا ده مصطلح بقوله لك بمعنى انت لما تلاقي عشرين مليون واحد بشرائح مختلفة من الاعمار بتكلمه في قضية معينة وضد الحكومة طيب مين يطلع وينادي بالكلام ده؟ ده كله ايه؟ اختراف حسابات الشخصية طيب الكلام ده منين بقى؟ انا مش عايز اتكلم في يعني جهل لا انا عايز اقول عبارة الاشخاص اللي ما عندهمش وعي تكنولوجي او على عدم دراية بالتطور التكنولوجي بيستخدم التكنولوجيا استخدام خاطئ وعنده فضول وفراغ بعد شغله كموظف او في قضيه يدخل ويعمل لايك او يدخل على الاعجاب فالتريند اللي شغال اللي ما بين روسيا و اوكرانيا ظهر له خبر ما بيتحققش من الرابط يدخل الدخول ده بمثابة فخ وجمعها فخ زي ما انت بتقول او فخخ طيب لو دخلت يبقى فخ ليه بقى؟ دخل حسابك فيروس او برنامج تم صناعته من طرف ثالث عشان يتحكم في حسابك دي اللي هال مزبوط كده يحط في فيديو او في صورة الى اخير خلاص ويفضل موجود عندك وانا مش هو خبالي يعني صورة فروح تدايس عليها عشان نفتحها ابص فيديو نفس القصة فبيبقى جواه امبادت فايل ده بيبقى بعد كده بيصخر الحساب لمصلحة 24 ساعة تلاقي نفسك عامل لايك لبيج تعمل جوين لجروب ويبدأ انت بشافت الحكم في الحساب بتاعك لكن برضو دمش الغرض الغرض ده غرض الى حد ما تجاري لشراء المشاهدات والاعجابات وعواء الاخرة لكن فيه ساعة الصفر لجهات تانية بتشتري بارقام والبيتكوينز بقى الديجيتال كارنسي وكده لعملات الرقامية ان ده عصابات خارج الحدود بتتحكم في حسابات وتم رصد الحسابات ده في مصر تعديدا ما يقرب من 50 دي 53 حساب تم اختراقه من الطرف الثالث من اجمالي حاجة و 70 مليون حساب نشط ارقام دي حقيقية يعني 53 55 مليون ده حسابات جهزة تعمل هجمة هجمة عبارة عن ايه رأي عام تبدي برأي يعني ممكن بكرة تلاقي فيه رأي مع روسيا ورأي مع أوكرانيا ورأي مش عافية ارقى هوا ده اذا ده هجمة مجتمعية على حسابات شخصية ده نوع ميش اما لو انت دوقتي مش بتستخدم نموال بس وبتستخدم لابتوب فانت البيئة اللي انت قاعد فيها الـ operating system نظام التشغيل فتلاقي فيه فيروس عندك في الـ backdoor فالخلفية بتاعت نظام التشغيل الفيروس ده بيتحكمه فيه الطرف الثالث برضو ان يعمل هجمة الهجمة عبارة عن ايه انا كمستخدم بتلقى اخبار من ويب سايت طيب الويب سايت ده مش شجال معناه ان فيه حد هجم هجمة على سيرفر او خادم الموقع ومنع ظهور الاخبار فدي نوع من انواع الهجمات الهجمة التانية مش دولة نحن نتكلم فيهم دلوقت مش انا فاهمك اه بشكل عام يجي لك فيروس من ايميل او هجمة على وجودك وانت في الـ online يشفر الملفات ده اسمه ransomware attacks هجمات الفيروسات الفيديا ان يشفر لك ملف وبعكية يظهر لك رسالة ويقول لك انت عشان افكلك الملف ده او الشفرة اديني مقابل مادي فدي يعني الهجمات ابتزاز اه خلاص كده طبعا دي ابتزك ابتزاز مادي دي اسمه الهجمات لكن بقى فيه هجمات physically attacks بمعنى بوس يا سيدي وحنا قاعدين دلوقتي وعايز اقول لك فيه لوحة المفاتيح قدامنا هنا عايزين المفتاح رقم 3 ينزل طب هتحكم فيه ازاي وانا سعر اشوف المفتاح رقم 3 الفيشة بتاعته فين ولو عملت افلة في الفيشة دي يحصل ايه المفتاح ينزل اهو لوجك فانا عشان اسيطر على مكان عفوا انها اكفل في الحروب بقى حكومي بقى او في قطاع امني او 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 عايز اوصل فلجب حد يكون جوه ويوصل يو اس بي فلاش او يعمل حاجة بناء على الحركة الفيزيكية الشخص بذات نفسه يحصل اتصال ما بينه ما بين طرف ثالث من بره يحصل اتصال وتحصل الهجمة يعمل يبقى تعطيل البنات تحتية لهذا المكان اللي انا اسمعناه في الاخبار اذا معنى الكلام ايه انا بدي اسقاط دلوقت معنى الكلام فيه هجمة استباقية على المكان ده بدخول هجمة فيزيكية للمكان واتصال من سيرفرات خارجية عشان ساعة الصفر يعمل الهجمة ويجي يتم ذكر ايه بقى انه تم تعطيل البنات تحتية هدي نوع من الانواع هيد الخطورة بقى وهو ده الرعب الحقيقي فانا زي اعمل سكانينج زي اكشف المكان هل في حد جوه ولا مفيش على انظمة التشغيل نفس القصة حساباتنا نفس الموضوع ليرز طبقات هيد الخطورة طيب انا هزيلك هروح لفاصل وعايز ارجع بعض الفاصل في مسألة انه الدول بتعمل ده ضد بعض واحيانا تبقى الدول بالفعل متسرعة متنحرة متحربة واحيانا تانية بتبقى الدول وكأنها في حالة سلام نسبي او صداقة ظاهرية لكن تعمل كده صح؟ اقول لك اللي جاء بعد الفاصل طيب خلونا نروح للفاصل ونرجع معه ضفنا العزيز المهندس واليد عبد المقصود خبير تكنولوجيا المعلومات بعد اذنك واستنون يا اخي كل يوم بشكر ربنا ان انا ما عنديش حسابات على السوشيال ميديا خلوني اجدد الترحيب مرة تانية بضفنا العزيز مهندس واليد عبد المقصود خبير تكنولوجيا المعلومات وكنت بسأل هل فيه بالمعنى الحقيقي والحرفي والواقعي دول ان كانت في اطار الحرب والتناحر فهي بتمارس الهجمات السيبرانية على بعضها البعض او في اطار خلافات سياسية واقتصادية من بعيد لبعيد كده او حتى وبشكل مباشر لكن سيبرانيا بيهبدوا في بعض بالتعبير الدارج او احيانا دول تبدو فيه علاقة جيدة او دافئة او صداقة لكن تعمل كده في بعض الاجابة بكل تأكيد وزي الكربون بالزبط على الارض الواقع تلاقي فيه عندك ثرسانة وعندك اسلحة والدولة الفلانية بتشتري اسلحة من المصدر الفلاني والمصدر الاول للدولة الفلانية بقت مثلا من روسيا بيحصل في الفضاء الالكتروني مين بيشتري اطول زي الادوات مين بيصدر يعني احنا عندنا دول مشهورة ومعروفة امنيا ان هي بتصدر برمجيات خاصة بالشيء الفلاني فإذا فيه تصدير للبرمجيات فيه تصدير فيه صناعة فيه صناعة بس محلية يعني هو بيصنع الشيء لنفسه عشان يفرض عضلات وبيعمل هجمات وفيه مرتزقة فيه ناس مأجورين وعارف يعني مصطلح الدارج اللي هو الشلالية الناس اللي هم بياخدوا بس ده بقى في الدارك ويب والديب ويب وحاجات كده مظلمة وغسل الأموال وقصة لكن دول مش موجودين عندنا هم بر الحمد لله إيه اللي بيحصل بقى لأ بيحصل زي حرمان منع الخدمة اللي احنا قلنا عليها بالفاصل إن انت لو فيه عندك موقع إخباري أو أو إلى آخره ما تعرفش توصل له ولا فيه عندك أخبار أو محتوى يوصلك دي حاجة الجزء الثاني من عدها اللي المرة الثانية تشفير الملفات للمؤسسات الأكثر تقدم تكنولوجي يعني المؤسسة اللي ما عندهاش ورقة أو ألم وعندها في الريسيبشن إلى بقى الباك أند اللي هو في الأوبريشن التشغيل كله سيستيماتيك هو أكثر عرض للهجمات الفيروس الفيديوية تشفر الملفات فدول هجمتين فيه إنفو جرافيك وفيه موشن جرافيك حركة كده على الكوكب بتاعنا إن فيه صراع وهجمات بتحصل من وإلى يعني ممكن دولتين يردوا على بعض شفتها دي هنا مرة حكيت لك عليه أيوة يعني للوهلة الأولى أنت ممكن تستعرى به وإن اللي بيحصل تدقى في كده تلاقي الهجمات طلعة من دول وفيه هجمات بترد على دول لأن بيتعرف في النظام الأمني بيتعرف إنه لاجمة جاية منين دوليا بيتعرف وكل دولة معتعرفة بكده فأنت بتحصن عندك من كوادر محلية وما بتستعينش بقدرات خارجية ماينفعش لازجيب من أهل بلدك وممكن تستعين ببعض المصادر الخاصة بالبرامج اللي تعمل ديفانس اللي هو الايه الدفاع إحنا عندنا منهج في الموضوع ده اسمه برو أكتف ديفانس الدفاع الاستباقي فأنت فيه عندك فريق بص بق دوليا فريق بيقدر يحلل حركة المعلومات اللي موجودة على شوكة العين كوبوتية شوكة الإنترنت ويتنبأ هو ممكن الاتاكس دي تجي منين الهجمات فده تحليل لأنه إحنا ممكن من خلل الدول يحصل هجمات تحليل استباقي للي ممكن للي ممكن وده بيحصل أكتر حاجة الصين هقولها بس علاوة الصين الصين من أكتر الدول على مستوى العالم اللي بتطلع هجمات بترافق عالي جدا فبيحصل إيه با هي مش مركزة قوي بقى يعني في دول بركزة على هجمة هي بتنتشر فبيتعرف كل يوم الهجمات دي جاية منين وإيه غرضها طب بمعلوماتي شديدة البساطة في المسألة السايبرانية دي هو مش من الوارد أو من الممكن أنه أنا أقدر أغطي على ده لما باستخدم في بي أن أي أن كان في بي أن ده حجم تطوره يعني في حاجات بسيطة بتاعت ناس اللي زي حالتنا عاوز أفتح بلاتفورم أفلام في أمريكا فروح منزل في بي أن عشان بس أعرف أخش عليه لكن أظن في حاجات أكثر تطورا بقى متعلقة بفكرة الهجوم السايبراني طيب حجوبك إجابتين في الموضوع ده للمستوى الشخصي لما تجي تتدور على كلمة VBN أو شبكة افتراضية حزاري من دخولك على البلاي ستور والأب ستور أو المتجر الإلكتروني عشان تجيب ال VBN بيبقى برامج مجانية وبتبقى فخ من ضمن الفخافة اللي أنت قلتها في المقدمة فممكن تحميك لمدة ساعات وبعد كد تفتح أبواب خلفية في نظامك في موبايلك تيدخل على التليفون دي خلاص بقى انت نسبة الخطورة في الأول كانت وليكن 5% إحنا لما حللنا البرامج بما أن حالك قلت ال VBN بتتعدى 80% بص من 25% تبقى على المشاعر تاني أي مستخدم يستخدم VBN برامج للشبكات الافتراضية على أمل أنه يكون متخفي أو في شبكة منفصلة لا خلي بقى من الجزئية دي فإحنا من روح لبرامج مثلا بلاش أقول اسم عشبكة دعاية بتبقى مدفوعة بيد مدفوعة بتبقى الخطورة أقل أقل خلاص لكن مش معدومة مش معدومة دي جزئية جزئية تانية المؤسسات الحكومية والهيئات وإلى خيره بيبقى لها شبكة ممفصلة على الإنترنت ممفصلة خلاص فدي جزئية تانية خالص تيكنيكال وايز يعني حاجة كده حاجة مختلفة لكن هم نتكلم على مستوى المشاهد اللي محتاج مننا معلومة الVPN فيها خطورة وتحديدا الـ 14 يوم تديك مهلة ديمو نسخة تجربية فدي بلاش منها خلاص أكامل بقى الجزئية التانية الإجابة التانية يعني إيه باك دورز أبواب خلفية أبواب الخلفية بس يا سيدي الفيروس كان زمان من 20 سنة يدخل عندك يخرب الملفات وبتحس التخريفة بتعمل فورمات وبتعمل أوبريتنج سيستم من جديد صح لأدلات الفيروسات مش كاد الفيروس بيدخل ليه هدف متحسش بتخريب بيبقى متشفر بيعدي تشفير الانتي فيروس ويدخل لهدف معين يتسلل وفيروس مزدوج يفتح باب بس طوق الوصف فيروس يفتح باب اللي هو الباكدورس دي بقى وفيروس يرسل بيانات حرامي يا ولاد اللذينة يعني فيروس بيخبي فيروس بس تشبيه الفيروس ده عشان بيشفر نفسه بالفيروس الداخلي بتاعه عشان يتخطى الانتي فيروس نزيل نشلين الأوتوبيسات مزبوط كبير بلك واحد وقف يقفل والتاني بينشل مرابو على الكتر جملة بقى الفيروس التاني يسند يبعت ايه الديتا ده كده اه فتعلي بقى فن بقى الفيروسات بقى صناعة الفيروس بقى الفيروسات فيه لغات برمجة احنا كم برمجين بقى وناس مطورين وكلام ده كله كل واحد وخياله تقول بسلاح مرحيم كده وتقول يا رب انا هختارق مين فشوف بقى يوسف ده حسيني الموبايل نوعه ايه او اللابتوب او الكائن اللي هو فيه نوع نظام التشغيل درجة الحماية اللي عندك ايه البرامج الانتي فيروس اللي عندك بعرفها كمعلومات وابدأ اصنع فيروس يروح لك بطريقة ما عشان يعد التشفير ده ما بتبقىش كده ما انا عاز اقولك فيها تحليل يعني اي هجمة تحصل بتاريخه هجمة حصلت النهاردة مش وليدت اللحظة ده فيه تقطيط قبلها فاحنا دلاتي فيه احداث فيه حدث فيه فيه احداث سياسية على صفح ساخن يا هل ترى المنطقة تحت شرق الاوسط واحنا كمصر احنا حكيتنا ايه معهم في السايبر اتاكس هتلاقي فيه حاجات كده بتعدينا كمتخصين فيه حاجات بتعدينا الفضلة الجاية نخلي بالنا نخلي بالنا من حساباتنا الشخصية واحد اتنين انظمة التشغيل يفضل يفضل على العموم الكلام ده نعيد بناء نظام التشغيل نقوله جديد نعم في رؤية منازل كذا والميلوير مثلا اللي هو الانتي فيروس اللي قلت عليه حساباتنا الشخصية بلاش نقول ان الباسورد هو طبقة الحماية بتاعت الاكاونت لا فيه حاجة توازي الباسورد اسمها اكسس توكن شفرة كود لو انا جعرفت اوصل للأكسس توكن بتاع حضرتك اقدر اعمل اي حاجة بحسابك فنعمل ايه ايه بص بق اي بلاتفورم اعدادات بعد كده البرايفسي الخصية من بره في القيمة هتلاقي فيه حاجة اسمها ايبليكيشنز او اي بي بي اس ايبز ايند ويب سايت المنطقة دي هي اللي بدخل جواها الغلطة اللي انت غلطتها يعني اللي انت غلطته قبل كده تدور علي تلاقي فين في الابز والويب سايت تطبيقات ومواقع تدخل تلاقي اللي تشوف وعمل اعمل ريموف احزف طب بعد ما تحزف الطرف التالت عرف في السيرفر عنده ان انت شقلت اه العداد بيقل اه تعمل اي بق تشانج باسورد بعدها تمتع بالانترنت بخصوصية بخصوصية حلو قوي بص انا عايز اطلب منك طلب هو الاسب بس الفقرة خلصت وانا مجد عندي شغف ان انا اعرف اكتر انا عايز المرة الجاية لما هنعم لو فيه امكانية ما فيه معانا فيديوهات تشرح ده يعني طول المساس بدول ولا جهات ولا كلام منتا تشرح يعني ايه هجمة الكترونية تشرح يعني ازاي مثلا اللي شرحتوه الوقت اخش على الحاجات دي عشان دي بتبقى حلوة للمشاهد انه يشوفها قدام عينيه ما يطلقش العنال اللي خياله ويبقى بيسمعنا ومسك التليفون وقاعد عمال بيعمل كده فانا مهم عندي ده ان الناس تبقى فهمة ازاي تحمي نفسها وكلنا نبقى فهمين يعني ايه هجمات سيبرانية من جهات على جهات الواقف هنوقف ماشي هنوقف لا لا ده الفيديو راتور نوقوف ما قولكش ونشرح خطوة بخطوة يا ريت انا موافق خلاص تحياتنا لك انا بشكرك جدا 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 بجد شكرا على هذا الكم من المعلومات والتوعية اللي قلتهالنا وعلى لقاء قريب باذن الله بالمهندس وليد عبد المقصود خبير تكنولوجيا المعلومات خلصت الحلقة لحد كده لكن هنكون موجودين معاكم بكرة باذن الله لو كان لنا العمر وبرنامجكم التاسعة دقايق يكون موجود معاكم كريم رمزي وتحليل وافر عن ماتشاط النهاردة في رقم عشرة لحد كده سلامات